موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة الناس اللي كتابعوه على قناة ميدي أن تيفي كنرحب بالنفس اليوم الحضور الكريمي معايا داخل البلاتو ليجوا باش يعيشوا معنا أجواء تصوير هذه الحلقة من قصة الناس كنرحب أيضا بالأستاذ إبراهيم تيلي والكوتش اللي حاضر معايا اليوم في هذه الحلقة والضيوف ليجوا خصيصا باش يشاركون القصة وتجربة ديالهم وهما اللي يتامعوا وعاشوا الاستغلال من طرف الناس اللي أربوهم أو تكلفوا بهم هذا شي اللي غادي نسمعوا اليوم في هذه الحلقة حيتي تيم استغلوني الناس موضوعنا اليوم في قصة الناس كنرحب بك وفاء وبو شعيب مريم شكرا على حضور ديالكم في قصة الناس باش نسمعوا القصة ديالكم توم اللي عشتوا اليوتم وعشتوا أيضا شي حاجة أكثر من اليوتم هي الاستغلال ديالناس اللي كانوا مكلفين بكم قبل ما نبدأ معك القصة وفاء عمشي عند الكورش أستاذ أبراهيم نصولك على اليتيم يعني الملامح ذي اليتيم كون هو اليتيم في المجتمع المغربي ناخده من ناحية القانونية الاجتماعية والدنيا ناخده فكرة وش اليتيم وليما عنده شباء أو لكن أشكال وأنواع اليوتم في المجتمع ديالنا اليتيم تعريفه التقليدي كما تعرف عليه الناس أنه هو الذي ليس له أباه ما عنده الأب دياله هذا التعريف التقليدي في قهي التقليدي لكن اليوم هناك اجتهادات كثيرة سواء من ناحية القانونية القانون المغربي في القانون ديال الكفالة ولا حتى في الاجتهاد الإسلامي اليوم هناك ما يسمى باليتيم الحكمي ما عندنا اليتيم الحكمي عندنا يدخلون في مصطلح اليتيم كل من فقد الذي يعوله كل من فقد ذلك السند المادي مثلا لنفرد أن واحد الإنسان عنده الأب دياله والأم دياله حي لكن الأب دياله ما تمسجون هذا في حكم اليتيم يعني تعتبر يتيم يعني يعتبر يتيما مثلا واحد الإنسان متخلى عنه يعتبر يتيما رغم أنه لا يعلمه أباه وخيكونوا بالحياة واليدين وخيكونوا بالحياة مثلا الإنسان الذي عنده الأب دياله لكن بحاها مثلا كم بعد مثلا نشت كثير من هذا النوع لأنه مثلا عندها عاها عقلية عنده مرض عقلي يتيم يتيم فهو في حكم اليتيم لأنه بعد الناس بعد الأحيان تقول شي كلمات لي جارحة بلا من قولها لأنه الناس عارفينها نعم الناس عارفينها فهذا الأمر هذا ولذلك المشريع المغربي كما قلت مشافة للتجاه تشريعات الآن حتى العربية والإسلامية مشافة للتجاه وهذا أرحم نعم شكرا لك أستاذ كوتش إبراهيم ندوزو نسمعوه في القصة ديالك أنت يتيمة أربتك واحد للعائلة ولكن تم الاستغلال ديالك ولكن في الأول أنت ما كنتش عارفها بليدك من ناس رماشي وليدك عمديليا كيفاش عارفت الحقيقة وش حال مدة باش وصلتين لدى الحقيقة أنا في الأول كان قول ببا كان قول ما يعني عادي بس عائلة عادية ولكن ديك الكلمة كلمة وصفة ما كان شي إحساس ولا شي حنان ولا شي عطف ولا شي رعاية يعني عايش معهم بحل شي خدام كانت ابو حدك لعندهم ولي عندهم أولاد حدي نعم أولاد وحتاخر هذك الولده وما كان لا رعاية ولا إحساس لا بالعكس هو بوحده وهذا ما عايش معهم زيان وكيتها الله فيه يعني مقاومين به ما شي أنا لا أنا محقورة بلك الفرق ولكن عماركين ما قلتين لا أنا يمكن مشي بنتهم ولا تتشكي كان حس كنقول ما يمكنش هذي تكون أب و هذي تكون أم بهالطريقة هذي يعني كان قول ما يمكنش شنو كيدرولك متلا شنو الطريقة اللي ما يجبتك الحانا ما كانش الرعاية ما كانش العطف ما كانش الاهتمام ما كانش يعني راني تم موصف سواء قريتش ولا ما قريتش ولا جبت نقطة ولا ما جبتش ولي قولوا لي زع ما نشوف دعما يراقبني ولا شنو يعني ما كانش هذي شي كانت شقي عليهم رش كانت شكتش ولموصلت الرابع بتي دائي خرجت لا منتصلي كانت شقي في الكوزينة والشغال يعني الشغل عادي كان صيق نغسل معا نمسح نجفف يعني بديت نعقل نقول لك عشرة أحداش تناش انتي مولا تتدار انا كان حالي بحال الخدامة عادي حالي كان الخدامة ومتي اه مني كتخرج الخدامة ما راني أنا في بلاست مه وراني هكك حياتي دوست هكك معا اذا انتي كتقولي ما يمكنش شهد الناس كون هذي بباو هذا قلت ما يمكنش وانتي ويخرجوني من القراية وما يدورش فيه وش نجحت ولا ما نجحت قريت ولا ما ما كانش ذاك الحاناني نجلس معاهم ولا ناكل معاهم ولاي نحس بني هذا أب لا ما كانش بقيت حتى وصلت الرابع ابتدائي وبدت كنسمع الدراري كيقولوا لي هذي الكلام كيعايروني في مدرسة انتي انتي بتبني انتي بنت سنقا يعني كيعايروني يعني حقيقة كيلي عند الناس انتي لي ما عارفش انا اللي ما عارفش اذا هما تيقولوا هذي البنزة ماشي بنتنا اذا يقولوا ومني مشيت عند الام اللي ربطني قلت لازم ما تشيل لي سمعت قلت لي لا هذي ما دهي كلام وصفي ما تقيش هذي الهضرة ولكن وريقاتك وذلك الشيء بل لك لا لا حطوني كأبنا في الحالة مدنية الكلية ديال الراجل وكل شيء يعني ما عطاكش مجال تفين تشكي ولا فين تفكري ولا فين بالعكس سوى من المعاملة 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 ذلك وشك الوحيد يعني القاطع ذلك القاطع بانه هذا ما شيء وهو ما عنده ما وليد واحد ما عنده شو لا دخلين لا ما كي ما عاودش وانده ولا كيفاش اذا انتي حسيت بلي هذي الناس ممكنش يكونوا وليدي حسيت 100% ممكنش يكونوا وليدي ممكنش ممكنش إذا احتدرتي واحد ستين على كتشفتي أنه ماشي وليدي مامي سولتا مقلت لكي خرجت ما الرابع بتدى يسولت الأم نكرات قلت لي الهضرة ما كيناش ونا ما قدرتش نتحمل ذلك الهضرة في مدراسة وذلك الحقرة ودراريكي صافي خرجت في حالتك صافي ذلك ساعة ترجعت الشقانيشان خدامة خدامة بمعنى الكلمة خدامة والضرب وإمتى والضرب أهي لا أغلط ولا درت شي حاجة مثلا شوعة غلطة مثلا حافل مثلا كي يجي بالضياف أنا نهز نتخرى للضياف مثلا واحد المرة هزيت صينية تقيلة عليها وأنا صغيرة طاحت لديك الصينية شدنيت مقدم الناس يضرب فيها وأنا هربت هدباك وهذه الأخطاء يدرهم الولد ما يكونش بالدرجة دي تهوتية كل عصا ما يقولش لعصا حيث كان بعد الوليدين زي ما لابت نظر معك على الشكل يعني كانوا بعد الوليدين يكونوا قصح الفولادهم كاملين لا أنا فرق كبير تقولي تهوتية كل عصا أنا يمكن ببانا دير بحلق لك يعني فرق كبير كان فرق حسي تيبل الفرق مزاف قا فرق كبير واخر شو كان السبب ديالهم ولا علاش شو هدفهم باش ما قدينش على التربية ديال كلش علاش رباوك ما عرفتش هدك والسبب علاش لك عندهم وليدهم هدك والسبب بغاوك بجيبلو بنت تونس ولدهم ولكن مش يدعوه المفهم هدف طريقة فكرهوما تونس ولدهم ذك شي لقالهوما نعم واخا وفا ما زال كملوا القصة ديالك نشوفو كيفاش من بعد عشتيب مع هادل عائلة بوش عيب حتى انتا كبرتي مع الواليدة ما كسعرفش بباك شتو كانوا يقولون الناس في الموحيط اللي انتا فيه تيم ولا شون كانوا يقولو لك في الناس أنا من اللو معاديك العيشة اللي عيش معا مش يزمعكين لها قراية الورو بدي بديت كنكتشف شوية في يدك شي ديال مهم عطي الناس صرحة مهم تفكي في العربية اه مهم في العربية مهم كم في الصرحة إيلا كنتي في العربية كوش يكي يصرح بحيك بحيل الدراري لا أنا كنصرح ديال الناس ديال الناس اه مهم همك يتخلصو أمك اه أمك اللي كنت تتخلص فيك هي وكي مش كانت العلاقة مع أمك كتتحن فيك شوية كتت لا من ناحية شي مهم أنا في الموحيط كنتي في الموحيط مهم أول كلمة مهم أول كلمة مهم أول كلمة مهم أول كلمة أنا أول ما تكون كنخدام عددوك الناس وكنهرب لي مهم كنجي عندك لنا كل أساوز يقولي يا خرجتي 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 عليها اه لماذا؟ هذا شي اللي ما ما فهمتش أنا مني كنتي صغير كتقولي أنت خرجتي عليها أنت ما عرفش زي ما جدرتي باش خرجتي عليها أنا ما عرفش أشنو ما عرفش كولي خرج على اللقاء ما عرفش أشنو أنا من اللي أذك شردي سكن كتعجب لأخوتي كلهم مقاعريا وكينا خسيو وخويا في كانوا في سعودية ولكشي ولكن من تمام بديس كنحس بالنهار لكي جيو أمام سعودية كيكسوا الدار كله كيكسوا كل شي يسمى إلا أنا إلا أنا من تمام بديس كنحس بشوية بشوية مليت كنخدم مليت كنسر على الناس وكما راعد هذا مليت كنضربوني كنناس وكا نهرب كنجيت أني إنه كل عصا ورجح إنه كل عصا وكا رجح مليت كنكتشف مليت كنزدت باعت ولكشي كت باعت تاني تتبعوني ما خليت في المشي تتبعوني وما فكرت نهرب بمرة دابل إلا كان شئ داب هاد سيدة كيستغلوها واحد الناس وحديين أخرين تدب أنت أمك أنا أمي يعني مش شي شي حد أرباك ولا شي حد ليس كرفس عليك أمك يلي كان تتخدمك لاغي لكي تشوف داك كنين أخوتي عايشين في قرايا وعايشين في مجتمع أخر وأنا عشت في مجتمع أخر تدب درت 18 سنة لتصيبت لي الحلة المدنية دي وبك شنو كانت تقول لك عليه من اللي كانش بدلة بك ت reconciliation حتيتوا الإعلام دايات من أخر لأي نعم كنت بدلة بك تقولية خارجي الله... خارجيا الله صحتي كنت تقتها قول عصا؟ نكون جدا من النخم الختي من الختي خوتك الكبار نعم دايات من خورجيا على كل شي أدخل الأحذاء في حتى أسعرف العربي لعندقاء أو جيدة. عبادردك عددتك صحيحة، مستعرفية العربي موسيقى أحذر الي عددتك كيف أعلمك كيف أدريك فأقاري زمان المطابس أدريك جديد ما أدريك بحيث يدريك فأنا أتواج أضر من خمسة العشية كمشي عندهم كمشي باش نبات في الدار إذا نرجل اختك نسيبك حن فيك اه القاتل ما مشي أخامك ما كتحنش ولكن كين نسيكي حنه قايت هو بغالي الخير بغالي اعتقك من ذاك الشي اللي ينتبه ولكن في نفس الوقت مراته بحالة ما بغيتنيش مو مررك النور جاي سالي تم العشية جاي أنا لابالي الباب مسدود ما نقدرش ندخل ما كنت واحد في الدار حين تشمل اللي كاتب معنا في الدار كان ديمك تردني شفار تردني بزي اه ماشي تخوش فيك خاصة مو مراته زيه باش ناكول العصوصة هم أخوتك من من امك من امك يعني بابوتكم ماشية اه مو مرك النور مجمعية مع جار مو انت تميت غالي تخلص كنا واحد ازناق بحال معك بقيت واقف في المالي الباب مسدود مو بحال مو كتك كتك مو مراته قتله وشاد اخوك قتله لا غير مربيع الواليدة مم مم انا ولك ساع فالك اللقطة ميسمي بحال مو كوك ريح تبارك بقيت مريح مو مليس سادسة يولك شي قتله بحال مو كتله ندخل نشوف لك المسخوط لك كنت خلده مم انا مريح اسمي كنت بو شعيب انت مرفوض منبوض اه بمره انت ممزيانش توح ما حاملك توح ما بغيك من امك اللي ولداتك كرشا ما بغيكش استغلوك اقرب الناس لك الواليدات انت تتصرح وتعطاه الفلوس ما كنت شوف هاش انا فلوس اصلا ما تتشوف شفلو انت غيك تخدم وفي نهاية المطاف انت خرج عليهم مدة ثلاث سنين لو ازتادي السيحة ما كنت شوف شفلو التام اللي خدمت فلقي بقبس كانت تخلص خمسين درم السيمانة ما كنت شوف هاش واخا ابو شعيب مازال نكمل القيصة ديك شكرا لك مريم تنتيت قريبا عشتي عشتي الاستغلال عشتي بزارة الحاجات يمكن كتروا كفز من هالشي اللي عاشتوا وفا عاودي عليها تجريبا وكونك يتيما ما عندكش الوليدين الحمدلله المكاتب وامتيحان في الدنيا وكلها كرباء ربي يشوفوا هو المشكل اللي كنت اقلم فيه انا بزاف انا حليت عيني في واحد البلاسة يعني ماشي من الصغر حليت عيني في بلاسة واحدة بزاف البلايس حليت عيني في خريط دوسة ديالي ديالي الولادة ديالي في الغسانين لقيتهم مباشي اعطوه لي وخدرت ان الصحبية الطالب القاضي مباشي اعطيه لي مم هناك، حتى يغبت ممتكب بيا وممتكب بيا من غصبية من النظر وشجب الى الغسان لم يجب سبع سنونونون اص لحوان لديك ممتكب بيا كلم تكفل بيا ولكم إجراء ممتكب 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 بيا كانت أمي كانت معك في العيني، كانت أمي حلالي عيني، كانت أمي موتي لها. كانت أمي كتابة ورقة في المؤسسة بأنني أقرأ فيها، حتى نقرأ فيها وكلف بها وكل شيء، يصبحوا في الورقية وكل شيء. كانت أدخل القسم الثاني وتحضير وذلك شيء، كانت أدخل مع تلمي وذكر خرج. كانت أهمية حقوق أمي، كانت أصبح رجل، بالفعل من عمل مستوى. كانت أمي كانت أصبح جامعة في مؤسسة المسئلة، كانت أغريبها ودى مجموعة أمي منهم. لا يوجد سيئة كثيرة. كيف سنة؟ سبع سنة أصنص. سبع سنة أصنص. لا يوجد سنة أصنص نخرج أصنص ونشكل سنة أصنص. سبع سنة أصنص. سبع سنة أصنص. أمام يدك يأتي يعملون معي. أمام يدخلون معي يقول وكأنها لا تشرح أصنص. لا تشرحني. سبحان الله راي القلب يعلم هي ما حملتني وانا ما حملتها وهدوك المسؤولين مدروا كيلزموني اذا ما انا امشي معها وكيلزموها تسديني كيلزموك ولا تيبالون مصلحة زعماء باش تمشي ماشي مصلحة هما كانوا كنت تقوم هذك السيدة باشدر السوينت هذك السيدة بغني اجروا عليها باي طريقة الحقاش رجعتهم بحل ما عرفش مسؤولي عليهم بوحدة وصالر بحدها كده ما عرفش شو جاتهم في هذا لا اذا عمالك الراجل فجانتي بعدها براسك قلتي انا بابا رفتحت له قلتي قلتي واحد الحاج واحد العالم واحد كده يعني مصلحتك سعندك الأسرة عادي تكون أفضل من المؤسسة بابا رفتحت له بزاف اما المركي جات عيني لانها وهي جات عيني لانا محملتها كنقول ماما ماما خليوني ماما ماما انتي ديجة كانت عندك ذيك الأم اللي انتي فيها كل شيء كان خاسك غير أب يعني ذيك الأم الثانية ذيك ما ما كنتيش محتاجها كانت أيضا أريدين م wondة each and I remained comfortable ما اقلية عني بتفصل 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 سي أنا أتحرك لجوز أفضل وحدي أمياً كابت لجوز أفضل أمياً فينا في الأمواضي لا أعرف كذلك لليس كسبتاً فأنت أخري حاجة بها من المدرسة أمياً عماً ستمر أمياً خرجتها قليل أن تتأكل كذلك أنه لا أزل أو أن تختم مدرسة الأرواب مكوز أن تكون يجب أمياً الأرواب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة رئيس التحقيق تقول لك بغت الميساج اللي من خلاله بغينا نوصله من خلال الجريبة دي المريم لما علش كت تربيوا عباد الله يعني انتم اصلا ما مربيينش خليها في مؤسسة ديال الرعاية الاجتماعية تاكل وشرب كما كيسمون بكري وناد المخزن المخزن يتكلف يوم لاش نتكلف هنا ببنت ونغتاصبها ونذير ليها ونفعلها شنو تعليقك على هاد النفسيات والعقليات اللي كي تربيوا وكيبانوا قدام المؤسسات انهم ناس اللي فيهم جاع الشروط وهما ما فيهم الشروط الدخلانية مع الاسر انا كنظن كثير من المشاهدين لهذه الحلقة يعتقدون ان هذا تمثيل بعد الاحيان لانه بعد الاحيان الناس كيقولوا وش هاد الشي واقع ولا مواقع بالعكس الانسان يقف مشدوها امام هاد الانسان وش فعلا ممكن نقولوا عليه انسان ولا نعم غريب غريب انا سيدي ايدي اللي بنتو او بينا قوسين اللي اللي هاد يربيها ايدي اللي يضو او يضربها ويعنفها اعلاش الان ليش بسيرا لانه الان لا لا وفا الان دركات راجلتا في الاخر الى اسمعتها قاتلك حنجبناك خداما حنجبناك شبنتنا نية ديالهم في الول خليني من عالي ولا من فاقي ولا من كم ما بغي يكون في المجتمع لان فوقتات ولكن الاستاسة استاسة اللي كتعطيها الوليدات كترعي هالشروط راجل الله في القانون كترعي الدخل دياله ومستوى دياله وكذا وكذا كتير من الحالات ممشتش بطريقة قانونية لان القانون اللي كين نضم الكفالة انه عند وكين جات المالك او من ينبع عنه حق تتبع وضعي الطفل المكفول ضروري تتبع لا كين هالتتتفول او عن طريق الاخصائي الاجتماعية لكن هذا كين فروراق مع الاسف الشديد وما كينش الواقع وما كينش الواقع ولذلك هي هو واحد جرس ولا واحد البولة حمراء سواء المسؤولين سواء هذه الأوسار لانها تسيد ما تلاياك ماذا؟ ماذا؟ اذا كان بقي حي هذا الإنسان هذا على الأقل يكفر على الدنب دياله لان حتى القانون كما قلت ادرك يجرموا القانون ادخس المكان دياله ماشي في دارو المكان دياله في السجن المكان دياله انه ماشي تعالج وش غيقول ربي سبحانه وتعالى نعم لانك قلت الرسول السلام قال وكافلوا اليتيمين اليتيم كهاتين في الجنة الكافة تمسح على رأسي ماشي تشعال فيه الضو الرسول السلام قال تمسح على الرأس ياله تحنع ليه تعطيه من عندك يعني تكون بمثابة الأب دياله بمثابة الأم دياله ماشي تشعال فيه الضو عيب هالشي تسمع شكالك أستاذ إبراهيم مشاهدين انتقلوا اليتيم وحدة أخر منعيم اللي عاش بزاف الأشكال للاستغلال ناخده بعد الفاصل مرحبا بك 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 بك مرحبا بك مرحبا بك أما ربّتك تشي عائلة؟ ربّتني فاش كنت عندي ثلاث سنين ثلاث سنين؟ اه جلت شي عائلة دذتك؟ فاش كنت عندي ثلاث سنين حالياً ما زال حالياً قاطعين عندهم ايه؟ وما زال كنستمر معهم من حياة عادية كيف تعلين الحياة معهم؟ زوينة بزاف وخاتة وما مساكن ما فحلهم ما فحل؟ لبنتاك تعطينا وعادة تعطينا شكل آخر اللي فحلوا وقاري وعرف الله وكلامة دروالو وما فحلهم؟ شو مستوى التعليمي ديانو كدير؟ قاريين وعي قاريين اه قاريين وكلما فحلهم شمدين على قد الحال فالا اكتفتنا مهم كتحس براسك ولدهم ماشي مربينك؟ واخايا مسكينة عندها بعض البنيات ولكن كان خاصة من ولد كان خاصة من ولد لا ضيجة مازا عندها عنده عنده وليد كتقول لها أمي ولا شو كتقول لها؟ بحال دكشي مهمع بعدها حسيتش كتباش حال دكشي أمي ولا ولا الوالدة لا أمي أمي حتى الكلمة عميقة أمي رمشي ما قلتي لها أمي حتى تستحق أنها تكون أمي ايوه تستهل ايك وما قلتي للراجل البحث فينا حسيتي أنه وبكرا ماشي بدرين صورتي يقولوا الكلمة في بلارسة ماكيش ومجتمع أنت ما تيتهم عندك شو والدة كيف يتعطف معك يتعطف معك يحنو فيك الناس ولا يشوف فيك يشوف نقصة أو شنو قليل قليل بالنسبة للمجتمع شو صعب نهار وجهته يعني نهار وجهت الأمام الأمر واقع لقيت صعوبة يعني صعوبة بزاف ملقي شي حاجة لي ممكن تكون سهلة عندي ممتيني ملقي شي أبدا كيستغلك الناس حيث أنت ما عندك شواليدك لا وش هو الستغلاحة حيث ما عندك شواليدك ولا حيث ممكن تكون بكوا أمك وعمك وخالتكوا استغلك عمد الله لا حيث اللحقاش منك بحاد مثلا مني كان بغي مشي الخدم في شي عمل تيقولك تعتيني الله كارت وديك الكارت في هالمؤسسة وعارفه أهلا منيكيشوفوها سيتي أخوت بعين اعتبر أنه وتيشوف الكارت هذا يعني ما عنده البه لامو يجبكي تنظره صحيح في الفيلم دياله وأكذاك شكرا لأمور دياله لا تنظره كيفية التعامل معه في عميل أخذت كل مجهود ديالك ودرب تامارة والمعقول والطيقة ولكن ترمى مجهود الاباوين مجهود الاباوين كان ضرب الإجاب لله هو هذاك تخدم حسن عباد الله لأشياء لا شيء صراح أيوه كيفية بقي معلك الناس بقي معه مزيانة العلاقة بيخير 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 بيخيري وكن واجه خصيصا فبحلمتانك عيثانا نخدم عند عباد الله لك حل الراس كان حاول نسا في التيني صافي بي بصاحة لك جريبك يقلتي معك حل الراس بشارة ودوزت بزاف ديال اعمال شوف اللي تياكل فوس عرق الناس يخلصها في الدنيا ويخلصها يخلصها جوج مرات الله ما عندهم ولا عندك حل الراس ولا عندك شكرا لك منعيم وتبارك الله عليك على الجريب اللي عاوتي لنا إذن وستد من خلال الشهادة اللي اسمعنا كين شي حاجة وقع في المجتمع ديالنا اللي خلت الناس يعني الصورة ديالي يتيم اللي كانت واحد الوقيتها كان شرفوا ليتيم وكان اعتبروا شي حاجة كبيرة إذن مجتمع ديالنا وش وقع شي شرخ في القيام دياله والأخلاق دياله اللي ولك يباله ليتيم ولد الحرام وولد كذا وما بقى حد كي حلم فيه يعني شنو وقع بالضبط صحيح وقع شرخ كبير جدا في القيام قيام تضامون قيام تأذور قيام الرحمة يتيم عندك لأنه ما عندش بابه ما عندش موت استغله تميزه علاش دابا المشكلة عندنا واحد تخمة كبيرة في القانون اللي كي جرم قولش هاد الأمور وعندنا واحد تخمة كبيرة في المجتمع اللي تتافي لكم تخير التي يقولون نزارا فأنا نتمنى لكن شي درس ندخضوه من هاد الحلقة أنه ليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو القدوة ديالنا عاش يتيما صح وربي سبحانه وتعالى دور يتيم ماشي لا لغاية نعم ويتيم لأبو الأم وعاش بالمعيش اللي عاش به وربوه فعلا يعني عمامه ربوه أخواله ربا يعني والترباء احتخش نبي صلى الله عليه وسلم باش يعطينا القدسية فأتمنى أنه ناخده هاد القدسية وناخده شوية الحسنات تاين ما قدراش ناخده الحسنات نخليه الناس في الرعاية الاجتماعية نخليه في المؤسسات الدولة وتكلف بيهم هذا شي لك شكرا لك بزنة أستاذ إبراهيم تيليوة شكرا لكم الحضور الكريم سيمون عيم فرصة طيبة هادي مريم شكرا على المشاركة ديالك لقصتك اليوم شكرا لك أبو شعيب شكرا وفاء شكرا لكم مشاهدينا اللي تبعتوا معنا هاد الحلقة يتيم كي يستغلوني كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس لقاون هار واحدة أخر مع قرصة واحدة أخرى وقف الناس بساف ما يتعود السلام عليكم شكرا